وصلت مبادرة حياة كريمة فتح منافذها لبيع اللحوم البلدي المخفضة حيث وصل سعرها لمائتين وعشر جنيهات وذلك بأحد منافذ المبادرة بمنطقة المرجب القاهرة توفد المواطنون على منفذ اللحوم المتنقل أمام دارة قضاء العهلي وهو أحد المنافذ المتنقلة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة وعدد من المحافظات لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مدعمة ومناسبة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم مبادرة تبع توجهات سيدة الرئيس أن اللحوم تنزل بسعر مخفض جودة اللحوم هي مشربية في مزارعنا فجودة اللحوم بأفضل شكل وكويسة جدا نهاردة متواجدين بتكليف من السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين النهاردة مؤسسة حياة كريمة بتدخب عداد مهولة جدا فعلى مستوى المحافظات ومنها محافظة القاهرة احنا بدئين من أول مبارح في جميع الأحياء النهاردة احنا موجودين في حي المرك بنوفر أهم السلع الاستراتيجية وهي اللحوم نشكر الحياة كريمة على الأداء اللي هم عاملون حتى لو كانت لحمة مجمدة أو لحمة بلدي فمش بوجودها طبعا موجود في السعر دوت هم حاليا دلوقتي بيخفضوا الأسعار عشان بيخفضوا حياة كريمة موجودة ايه في الدولة مليتي الناس متلماء على العربية وكون اللحمة تبقى متغفرة ب185 ده حاجة كويسة جدا في حد ذاتها اللحمة بره بتبعها ب450 جنيه أولا أنا بحي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن المبادرة دي مبادرة مهمة جدا جدا للتخفيف عن أعباء المواطنين عن كال الشعب المصري وخصوصا أن هي هتنفع الجميع معلش لأن دلوقتي احنا كل الشعب محتاج تدعيم والمبادرة دي مبادرة جدا وبحس لأن مثلا يريد تقدم المبادرة في كل مكان وفي كل حي يعني الناس يشوف في كل حي عشان الناس يسفيد منها وعشان كل حاجة برضو للناس للشعب وقيمة وقامة للناس كلها